في الكلمة لكابتن الخطيب ورسالة الجمهور الاهلي جملة اتمنى ان كل جماهير الاهلي توقف عندها لازم تتأكدوا ان هناك من لا يسعدهم تفوق نديكم طبعا ويعملون على هذا ويعملون على هذا ما تساعدهمش فانتوا هتساعدوهم بهذا الشكل ما تساعدهمش بانك انت تمشي وراء المعاني اللي بيروجوها وتتبناها وتبتدي تحاسب الادارة على امنياتهم انك انت والادارة علاقتك مش كويسة اما تصيخش فيها او تبتدي تلمها فتضعف من صلابة قراراتها وموقفها ولذلك هو ده اللي انا بقالي مدة عايز اتحدث فيه فيه المثل هايل 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 على ابني وكرا اللي يقول امين وكرا اللي يقول امين انا وانت وبتعنيك لا لا تقول لي انت غلطانك كابتن خطيب غلطانك كابتن صالح ما كانش صح يعمل كده كابتن حسن عمل كده ليه بيننا وبين بعض لكن فيه مواجهة ابراهيم ده مسل انا بحبه جدا عشان اسكولاتف الجران البواب البقال اللي مش عارف ايه السايس بتاع الجراش يا سلام استاذ ابراهيم ده ده بيت محترم الناس دي كده تسمع لهمش صوت ما لهمش ما يعرفوش اللي الصح والغلط شوف اولاده متربين ازاي شوف بينزل في حاله ازاي شوف بيبتسم فش الناس ازاي شوف متواضع ازاي شوف نظيف ازاي شوف 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 هو مين اول الخسيرين انا طبعا انا بيحترمني عشان ابويا بيعمل كده اروح انا عشان حاجة شخصية او اسبت ان انا لما اختلف مع ابوي انا صح وانتصر لرائي ان اروح انزل اشاوشر على بيتي او ادي يا سيدي بلاش اشاوشر بحسن نية ادي اسرار ولزالك تجد على السوشال ميديا استاذ ابراهيم كل بيت بيقول لولاده وبيقول لبعضه وناس كتير بتقول بس ما بتلتزمش انت بتكتب ليه انا دخلت مش عارف ايه انا اشتريت مش عارف ايه انا قلت مش عارف ايه تصوروا النهاردة بابا زعقلي عشان مش عارف ايه تصوروا النهاردة ماما قالت لي ما تخرجش مش عارف ايه تصوروا النهاردة انا واصحابي عملنا ايه كتر المعلومات اللي ملهاش لازمة بتقل الإيمة بتخلي الهيبة بتيجي من قدر من الغموض يا أستاذ إفراهيم طبعا أن من الناس ما تعرفش عننا كل حاجة احنا مش أنبية في بيوتنا وما فيش حد ما يبقاش عنده حاجة ممكن الناس تلوموا عليها لكن الحكمة تقتدي أن أنا في مواجهة الآخرين والرأي العام لازم يبقى ليه هبتي وانا عندي مصداقياتي أنا بقولش اطلعوا كتبوا خالق بالعكس ده دل الشيء الوحيد اللي لو كشفته أنا معاك فيه الكتب لأن ما فيش نجاح بيتولد على كتبة يعني ما ينفعش أن أنا أبقى عارف بس دي أزوة الكتب الكبيرة لا ده كل الأطراق بتكتب طيب يكشفوا بعضها